فإذن بغض النظر أنه عندنا الحرية المنطق المعرفة خلقنا في القداسة في السلطان في المعرفة في المحبة في الخلود لأنه بحال ما يولد الإنسان أنت مخلوق أبدي والسؤال أين تقضيها إما في جهنم النار في الهلاك الأبدي أو الحياة الأبدية مع يسوع المسيح هذا طبعا اختيارك ولكن الشيء الجميل أنه الكتاب المقدس يسير بتناغم وانسجام تام كامل بيظهر لنا المحبة لأنه الله خلقنا وميزنا وهذا أمر فعلا لما نطلع السم رح نعرف ونسأل الرب ما هذه المحبة يعني مهما وصفنا يقول كتاب المحبة قوية حتى مهما وصفناها كيف نستطيع أن نصل لندرك هذه المحبة ولكن قمة هذه المحبة مش بس إنه خلقنا الله افتدانا وهذا طبعا شيء مذهل مدهش أنا ليه الله يحبني طيب ما يعني مثل ما بقوله بمصر ميت داهية والأمر لا يتطلب عيد الحب في 14 شباط اللي هو فبراير محبة الله هي محبة يومية محبة متكاملة محبة بكل معنى الكلمة باخبرها في حياتي عندها أستطيع أن أحب الله نحن نحبه في محبة متبادلة لأنه هو أحبنا أولا ولكن هاي المحبة أحبائي فعلا ظهرت في الفداء الله افتدانا شوفوا مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم يحنى 3-16 في رسالة يحنى الأولى إصحاح الثالث والآية الأولى مكتوب انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه تعرف للأسف اليوم الناس بتفكر المحبة ضعف مع أنه المحبة هي قوة خارقة لا تتقهقر إن المحبة الإلهية أجابي أو أجابيو هي محبة منتصرة فإذن من محبة الله الله افتدانا الفداء هو دفع الثمن هو الشراء بدفع الثمن وبحسب غلاطية إصحاح أربعة والآية أربعة مكتوب ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه الكيفية أرسل الله ابنه أي بالتجسد أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتد الذين تحت النموس لننال التبني وبما أنكم أبناء صار في علاقة حميمية نصرخ يا أبا الآب صارت تستردت العلاقة روح الله ساكن فينا إذن لست بعد عبدا بل ابنا لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء لأن العبد لا يعلم ما لسيده فنحن أحباء أصدقاء إخوة للرب أبناء بالتبني وهي هي العقيدة الرئيسية الرسمية الأساسية في المسيحية والشيطان يهاجم هذه العقيدة إذ نحن خطاء وبعدين الرب افتدانا وتبنانا أصبحنا بنات وأبناء للرب مكتوب وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا من الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر